فإذا أحبائي المسيح اتكلم في هذا المثل ختم بتطبيق عملي لكل التعليم اللي قدمه على العزة على الجبل والسؤال الآن ماذا تختار قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيى أنت ونسلك من بعدك اختاروا لأنفسكم من تعبدون أما أنا وبيتي فنعبد الرب حتى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الله فاتبعوه وإن كان البعل أو أي آلهة أخرى فاتبعوه احسم الأمر في حياتك حبيت المثل اللي ذكروا في بشارة لوقة حفر وعمق وصل للأساس للصخر أنا بعرف عنا بفلسطين بيضلوا يبحش تيوصل الأرضية الصخرية حتى يصب السمنت على الصخر حتى يكون راسخ ثابت هذا القرار فيك تعملوا اليوم واحدة من أخطر الآيات اللي قالها يسوع المسيح ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات يا رب أليس باسمك تنبأنا أخرجنا شياطين في فرق أحبائي بين النظر والعمل بين حياة الاختبار أو حياة المظهر أنا بدعوك هاي العزة ما فيك تطبقها إلا من خلال فهمك لقيمة فداء وكفارة المسيح فالآن قل له يا رب اغسلني من كل خطية صليها طهرني بدمك الطاهر الكريم ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك يا رب اليوم أن تأتي إلى حياتي تخلصني من كل خطية وأدعوك لكي أتوجك ربا وملكا سيدا ومخلصا على حياتي وعد الرب لكل واحد أحبائي من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم لاحظ الكلام إن من يسمع كلامه ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة انتبه احذر وإلا ينطبق علينا المثل كما قال بولوس لتمثاوس لا يحتملون التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات لكن أحباء دعونا نتوج المسيح ربا وملكا على الحياة والكيان على فكرة بحب أسمع منك رب باركك